التنسيقية بتقول لحد ما تجهز لقد ضرب الشعب المصري العظيم المثل في الممارسة الديمقراطية حيث أبهر العالم بهذا الوعي الكبير بعد أن تجاوزت نسبة المشاركة الـ 45% حتى الآن ده أنا أكلمكم كمان بين تنسيقية الأحزاب والسياسيين شباب الأحزاب والسياسيين واستؤكد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أن هذا الإقبال غير المسبوك للمشاركة في الانتخابات أيوة كده لقد ضرب الشعب المصري العظيم المثل في الممارسة الديمقراطية حيث أبهر العالم بهذا الوعي الكبير بعد أن تجاوزت نسبة المشاركة الـ 45% حتى الآن واستؤكد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أن هذا الإقبال غير المسبوك للمشاركة في الانتخابات الرئاسية ما هو إلا مرآة تعكس كلام جميل تعكس وعي الشعب المصري وإدراكه بأهمية ممارسته لحقوقه الدستورية وأهمية اختياره لرئيسه لست سنوات قادمة كما تعكس إيمان المصريين بكافة الخطوات المتخزة من أجل بناء الجمهورية الجديدة واستشيد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بالمشاركة الواسعة للمرأة المصرية والشباب في كافة المحافظات مما يؤكد اختيار المصريين للتنمية وبناء ممارسة ديمقراطية قائمة على التعددية واحترام حقوق الإنسان وحرية التعبير عن الرأي وتؤكد التنسيقية تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أن الهاية الوطنية للانتخابات تعمل بكل جهد لإجراء الانتخابات الرئاسية وفقاً للمعايير الدولية للشفافية والنزاهة على أعلى مستوى بالتأكيد على ده على أعلى مستوى اللي بتعمل في مصر محدش بيعمل زينا وده كلام مهم من التنسيقية كمان مما طمأن الشعب المصري على حماية صوته ونزاهة العملية الانتخابية حيث تجرى الانتخابات بإشراف قضائي كامل وبمتابعة منظمات حقوق الإنسان الدولية والمنظمات الحقوقية المصرية والعربية وسائل العام الدولية والعربية والمصرية وقد أشادت كافة المنظمات المتابعة للعملية الانتخابية بانتظام سير الانتخابات وفقاً لقرارات الهيئة الوطنية الانتخابات وتطبيقاً لكافة المعايير الدولية للانتخابات وبذلك يؤكد الشعب المصري العظيم ميراسه الحضاري حيث صنع أول حضارة في التاريخ أيوة كده هو الكلام كده ثاني صنع أول حضارة في التاريخ ليستكمل اليوم مسيرته الحضارية بهذا المشهد البديع في الممارسة الديمقراطية بيانات مهمة أوي وبيانات كاشفة وتحدد أيضاً ما الذي يجري حالياً وطبعاً اللي بيتم من خلال المتابعة الدقيقة من جانب الهيئة الوطنية للانتخابات على هذا الإقبال الكبير والغير مسبوك من جانب جموع الشعب المصري في حول هذه الانتخابات والإدلاق بأصواتهم في صناديق الانتخابات النهاردة كان هناك جولة مهمة أيضاً للنام محمد أبنين وكيل مجلس النواب ورئيس وفد برلمان دول حوط المتوسط أو البحر المتوسط كانوا في الإسكندرية وكانوا الوفد الموجود مع النام محمد أبنين في جولته على اللجان اللجان الانتخابية اتكلموا النهاردة على سلامة العملية الانتخابية طبعاً هم تقررهم ما كشفوش عنه وقالوا مش ممكن نكشف عنه الآن له إجراءات ومن فعش هذا التقرير يتكشف عنه دلوقتي لما تخلص الانتخابات لسه فيه بكرة كمان عندهم بكرة كمان جولة ميدانية تفقدية على اللجان المختلفة مبارح كانوا يتفقدوا في الجيزة اللجان النهاردة طول اليوم في الإسكندرية يتفقدوا اللجان أيضاً وأشادوا بالعملية الانتخابية وبالنزاهة وبالإجراءات والتقوا طبعاً رؤساء الهيئات القضائية وأنا تحدثت مع النهب محمد أبنين وكمان تحدثت مع رؤساء اللجان العامة في الإسكندرية أيضاً طمنونا وإحنا متأكدين طبعاً وكل هذه الثقة في خطاة مصر الأجلاء وبالتالي كان أيضاً